قلني أسأل جمال أول حاجة الأسئلة بعد أن نروح للمحور اللي كنت أتكلم معاه فيه اللي يقول لك أنه جمال منه المستفيد من تجيل الجولتين؟ والله شوف أنا تتصور اللعيب الألندي اللي عنده هصابات لاعبين وتجهزهم الاتحاد الهلال يعني إنه كولار هيكون جاهز عنده أصابة هجاز يجهز نفسه يعود بمستوى أفضل هو ما عنده أصابة هجازة زي ما صدر من طبيب النادي يعني فيه ناس طلعت إنه إنه الاتحاد لعب حجازي هو مصاب لا مو صحيح طبيب نادي طبيب المنتخب المصري اللي قالك لا لا طبيب المنتخب المصري قال ما عنده أصابة هو جاهز سليم مية في المية ونحن عشان بس فترة إجارة التأهيل خمس أيام ما أشركناه في المباراة لأنهم كانوا يتوقعوا أن المباراة يعني مع غينيا ومع أثيوبا مباراية سهلة وبالتالي ما كانوا عنده أصابة طبيب المنتخب المصري قال الهلال إنه حجازي ما عنده أصابة سليمة في المية ونحن ودناها يكمل تأهيل هذا النقطة الاستفادة أنا أتوقع للهلال يعني يمكن أكثر من الاتحاد لأنه الاتحاد ما عنده أصابات لعبة عنده الهلال عنده كويلار وعنده كاريلو وعنده كمان يعني عدد من اللاعبين كانوا مصابين في سؤال كان موجه لك يقولك الإعلام الاتحادي خدر الفريق يا ذا الإعلام الاتحادي خدر الفريق يا راجل ما خدر الاتحاد إلا لعيبته ما خدر الاتحاد إلا لعيبته والطبطبة الزائدة على اللعيبة شوف هذا كلام ما حد يقدر يقوله غيري أنا أقول أنا كلام هذا العلاقات بين اللاعبين والإدارة يجب أن يكون فيه حواجز فيه حواجز عشان كده جمهور الاتحاد يتذنبوا هذا الجمهور اللي كان فرحان مستعد وجاهز إنه يفرح تجو في النهاية تخذلوا هذا الجمهور الجمهور اللي معاكم في الضراء قبل السراء هذا للأسبة الشديد عمل حقيقة كان واضح إنه فيه في أخطاء ساهمت في تراجع مستوى الاتحاد أخطاء إدارية واخطاء فنية وهذا كلام أنا أقول وأنا أعرف إنه الأخطاء الإدارية والأخطاء الفنية لا يمكن إنك إنت فريق كنت تكون في مستوى عالي وماشي ب11 نقطة فارق وترجع بهالمستويات هالي بغض النظر عن الهزائم أنا ما أتكلم عن الهزائم الفرق كلها معرضة للخسارة لقد نتكلم عن المستوى المستوى الفني والبدني والحتى الحضور الدهني ما كان موجود في الاتحاد وهذه للأسف أخطاء تحاسب عليها إدارة الاتحاد وحاسب عليها الجهاز الفني الجهاز الفني للأمانة يا ببودور إحنا كنا امتدحناه وقلنا عليه إنه مددح ولكن أنا أمتدح في الفترات هذه كان الاتحاد ماشي صح لكن لما نشوف أخطاء لازم ننتقد ونقول أنا من المؤيدين دائما إنك إنت التقييم للجهاز الفني دائما لنهاية الموسم في نهاية الموسم تسوي تقييم وأنا أعرف وأنا أعرف التقييم هذا منهم اللي لازم يكونوا مقيمين لهذا المدرب الأقرب له واللي يعرفوا شخصيته واللي تعاملوا معاه سواء كانوا لاعبين مميزين موجودين في الفريق أو كانت إدارة نادي تعرف كيف هذا المدرب يتعامل مع اللعبة فأنا أقول حقيقة يعني الاتحاد والناس اللي قاعدة تقول شككة انه الاتحاد مع كامل احترام انه يخسر من الاتفاق لا لا، منتExactly يخسر إذا الاتحاد يخسر من الاتفاق فهذا الحقيقة لا يستحق دوري إطلاقاً خلاص من اليوم أقول لك إذا خسر من الاتفاق مع كامل احترام الاتفاق الا 지금 حين العاب كامل لكن لازم لعبة الاتحاد يثبتوا جداراتهم ويأكدوا حتى لو يعني لو يقدر الله يعني ما حققوا الدوري لكن يقدموا نفسا بصورة مفضل وبشكل أفضل حتى يمكن يستعيدوا ثقة الجماهير يفوزوا في المباراتين وبعدين أنا شخصيا أنا شخصيا أشوف أنه الهلال يا أبو بدر ما حيتعثر قدام الفتح خذها مني حيفوز على الفتح لأنه المدرب دياز دياز طريقته معان أندي اللي تقفل هو يعرف كيف يتعامل معها بعيدا عن مسألة أنه هو تكفيره غير قارديم قارديم ما يعرف ما عنده حلول الشي اللي ممكن يتعثر فيه الهلال أنا أشوفه كده أنا أشوفه التعثر ممكن يتعثر بالتعادل مع الفيصلي لأن الفيصلي هيكون فريق باحث عن الفوج وعن طوق النجاح وعن أي نقطة تحفظ لهذا الفريق عدم السقوط الدولي الدرجة الأولى